أمل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسام حصباني أن يشهد العام الجديد بأسرع وقت تشكيل حكومة قادر على اتخاذ القرارات الجريئة من الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية موقف حصباني أعقب لقاءه في بكرك البطريارك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في زيارة تهنئة بالعياد على الحكومة التي ستشكل أن تتخذ قرارات جريئة وبشكل سريع أولاً لتطبيق المتطلبات اللي لبنان بحاجة إلى أولاً من ناحية تعزيز الشفيفية من ناحية العمل الإداري ومن ناحية تنظيم القطاع العام لأن تستطيع الحكومة أن تستقطب وتنفذ المشاريع الكبرى التي ستنهض بالاقتصاد اللبناني فالخطوات العديدة نحن بحاجة إلى بدءاً من تشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن وانطلاق هذه الحكومة بعمل جدي بتطبيق القوانين القائمة حالياً والموجودة وبالإسرع بتنفيذ العمل اللي رح يؤدي إلى الاستفادة من الاستثمارات الكبرى وتحسين الوضع الاقتصادي ووضع الاقتصادي كأولوية للحكومة العديدة رئيس حزب الكتائب النائب سام جميل الذي التقى البطريار كراعي دعا إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة خلونا نعمل حكومة متجانسة عند مصحة البلد أولاً متحررة من المحاصصة متحررة من المحسوبيات هما الوحيد تطبيق القانون وهم الوحيد انقاذ البلد وبموازات ذلك لازم ينفتح حوار بالعمق بين كل الأفريقاء يلي هني على خصام اليوم تحت قبة مجلس النواب من أجل بحث بكل المواضيع السياسية الخلافية لأنه كمان ما بيجوز نحط الأمور الخلافية جانباً ونأجلها إلى أجل غير مسمى لا بدنا نعالج هالأمور الخلافية إنما مش على حساب تشكيل الحكومة البطريارك الماروني التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون وقد أثنى البطريارك على دور الجيش اللبناني الدفاعي والأمني والإنمائي الذي تتولاه القيادة والضباط والأفراد على مختلف الأراضي اللبنانية منوهاً بالمهمات النوعية التي ينفذها لحفظ الأمن والاستقرار وإذ ثمن الجهوزية الدائمة للمؤسسة العسكرية لمواجهة أي خرق أو اعتداء حيى البطريارك قائد الجيش على حكمته وشجاعته في اتخاذ قرارات عسكرية حازمة لتأمين سلامة اللبنانيين على تنوعهم وأينما وجدوا دون استثناء والحفاظ على سيادة الأراضي اللبنانية مواجهاً تحية تقدير وشكر للجيش اللبناني وللقوى الأمنية لتأديتهم واجبهم الوطني بأمانة واندفاع وحزم ولسيما في فترة العياد التي شهدت أمناً استثنائياً كان محط أنظار إقليمي ودولي كما التقى النائب جان عبيد ترجمة نانسي قنقر